الوقت يكفي حطكم في خلاف عشان يعمل اللي هو عايزه لأن العيل أسكية عشان كده الرسل اللي بيمشي يقوله الإنجيل في شركة بينهم والنهاردة ربنا بيدعوك للتوبة أنت وامراتك عشان يبقى فيه شركة مش دايماً قدام العيال تقول لها العكس واتغلطها قدام العيال لأنه عدم الشركة دي اللي بينكم انتم الاثنين بيدي كرازة بيدي تعليم للعيل ايه؟ هما مش في شركة أنا هعمل لأنا عايزه لكن تعالوا نشوف العكس انت بتأيدها ما تروحش البسين خلاص ماما بتقول لك ما تروحش البسين بابا بيقول ما تروحش الجمناز باحنا الاثنين متفقين الواد مش هيعرف يلعب عليكم الواد لازم يطيع ليكم انتم الاثنين الشركة بتربي هكذا اللي بيعني الإنجيل احنا ناخدها لا انا رأي مختلف عنك انا بعبر عن شخصيتي علشان تبقى فاهم انه ما فيش رأي غيرك في البيت يا شطرتك ربي كملي وريني شخصياتك كملي العبطاط اللي احنا ماشيين فيها لا حبيبي ننتبه الشركة بين الزوجين حاجة مهمة جدا مهما نكبروا ومهما نكنسل نهم نفسي اعمل لقاء كده معاكم واروح كل واحد قاعد جم ممراته هل في بينك وبينها شركة والله تقولي النهاردة اخر موقف اختلفته على ايه كان قدام العيال النهاردة حصل ايه دي كلمة حاية بتدعونا ان احنا نفكر مش المهم رأيه مش المهم اللي بعمله الرسالة بتوصل من خلال الشركة مع الكمباني اللي انا معاه واللي هو معايا ده اهم حاية في شركة اللي حنقوله للناس حيقصر فيهم لان الناس بتفهم الروح اللي موجودة بيني وبين التاني بينك وبين جوزك الناس بتفهم ده كويس قوي العيال بتفهم ده كويس قوي فبعدهم اتنين اتنين فهمنا اتنين اتنين ليه وبعد كده اعطاهم سلطانا على الارواح النجسة واقصاهم ان لا يأخذوا للطريق شيئا سوا عسا حاولوكم دي واختم عشان ما يبقاش طويل عليكم قال لهم ايه ما تاخدوش حاجة معاكم ولا خبز ولا مزود ولا نقد ولا 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 والبسوا جزمة والبسوا صندل واخدوا معاكم عصايا ده حسب انجل ميني اللي بيقول خدوا عصايا احنا قرينا انجل ميني النهاردة مورس لو قرينا متة ولوقة حنلاقوهم حنلاقوهم بيقولولو ياسوع بيقولهم ايه ما تاخدوش عصايا ايه ده طب اش معنى ياسوع يقول هنا خدوا عصايا وهناك يقول ما تاخدوش عصايا هو ياسوع اللي قال ما استنوا ممكن يقول قال وممكن يقول لا المشكلة مش هنا المشكلة الانجلي عايز يقدم لنا ايه من فكرة انه ما فيش عصايا عند ماتة ولوقة قال لهم كده ما تاخدوش عصايا عشان ماتة ولوقة عندهم حاجة مهمة العصايا بالنسبة لهم ايه دي وسيلة الدفاع عن النفس للشخص الغلبان الفقير فبيحطوا على لسان ياسوع الكلمة دي ما تاخدوش وسيلة دفاع عن نفسكم انتم فقرة غلابة كده مش محتاجين تدفعوا عن نفسكم ده بالنسبة للمتة ولوقة مش كده اللهم ايه ما تاخدوش عصايا ماشي الحل نيجي المرقص ياسوع بقول لهم ما تاخدوش ولا حاجة ولكن خدوا عصايا طب ايه يعني بقول لهم دفعوا عن نفسكم لا مرقص بيشوف العصايا ازاي بطريقة كتابية برضو وجهة نظر متة ولوقة بطريقة كتابية مرقص بيشوف العصايا ايه لما رجع في سفر الخروج الرب قال لي ايه لموسى خد ايه عصا وارفعها قدام البحر وافتح البحر شقه اتنين بالعصايا دي وخلي الشعب يمر يعني العصايا في ايديهم رمز ايه رمز اعطاء الحياة لانه الشعب قدام البحر قدام الموت طيب يعمل ايه العصايا ايه يقسم الموت نصين ويطلع منه الارض عشان الشعب يفتح طريق في الموت يفتح طريق فين في الموت ده العصايا بالنسبة لمرقص يعني مرقص بيقول للتلاميذ خدوا عصايا وانا بديكم القدرة على طرد الارواح الناجسة والعصايا اديكم بتمثل ان انتو حجاج وفي نفس الوقت علامة لاعطاء الحياة في الموت وانتو ماشيين تقدروا تسندوا عليها انتو حجاج فهمنا ازاي؟ حلو نفهم وجهة نظر كل انجيلي فالنهار ده يا صاحب يقول لهم خدوا عصايا خدوا القدرة والسلطان انو بكلمتكم بتفتحوا طريق حياة للناس اللي عايشها في الموت يجو الروسل يروحوا ويشوفوا الناس هل دول عايشين في الموت؟ اي موت ممكن يشوفهم ناس غنية ولبسين كويسين زي زكا وغيره ممكن يشوفهم ناس من هاي ليفل في المجتمع هل بيبطلوا يوعاظوا الناس دي؟ لا بيوعاظوهم ويقول لهم كلمة الرب ليه؟ لانه فهمين كويس ان الحياة الحقيقية الحياة الابدية الناس ما عندهاش الناس عندها شوية سعادة عشان الفلوس مبسوطة عشان شوية لبس مبسوطة عشان شوية عربيات مبسوطة عشان شوية بيوت مبسوطة عشان شوية دهب مبسوطة عشان شوية حساب في البنك مبسوطة عشان جمالها وحلوتها لكن الرسل عارفين ان مش دا اللي بيدي الحياة وانه الناس دي اي اي كان بتخدع نفسها هي في الموت لانه رسل فهمين انه عندهم كلمة الله اللي بتدي حياة في الموت وهما فهمين اي موت الناس دي الناس دي عايشة في الخطية منقاسمة على ذاتها عايشة من إرادتها ما هيش في شركة مع الله ما بيختبروش حب الله وحب الآخر عارف الرسل إنه الناس دي عايشة الموت يا حبيبي فعشان كده رايحين ما يتخموش منظر الناس إيه ناس لابسة حلو ناس غنية ناس وصلة فاهمين كواس قوي الناس دي محتاجة إيه حتى لو رفضوهم يسوع لهم رفضوكم كواس زي أمصية الكاهن في القراءة الأولى خبطوا جزامكم كده والصنادل بتاعتكم قبل ما تمشي عشان تقول لهم حتى الطراب بتاع أرضكم إحنا سبناه لكم مش عايزين حاجة منكم وده شهادة لكم وإحنا ماشيين مدام مش عايزين تسمعوا قدانين تفهموا الرسول ما يتخمش حتى لو الإنسان اللي قدامك ظهر كله سعادة وكله بما إنه منالش المسيح في قلبه منالش الحياة الأبداية اللي جاية من السماء لأنه سؤال أنا هو الطريق والحق والحياة إذن أحبا يا ربنا بدعونا النهاردة نكون نمرة واحد مدعوين نمرة اتنين بنعمل معايشة مع يسوع نمرة تلاتة مرسلين وعشان نكون مرسلين محتاجين يعيش الشركة بيننا وبين بعض مع امراتك في البيت تعرف تطلب المغفرة مع جوزك تعرف تطلبي المغفرة عشان تكونوا واحد وتبتحدوا في تربية العيال ما ينفعش تكملوا منقسمين على بعض وتقولوا للعيال كل واحد يقول يعمل ما هو عايزه ما ينفعش نكمل كده وبعد كده بناخد نعمة يسوع عشان كلمتنا تكون صدقة للناس لما نقول حاجة مش بنقول معلومات أنت ممكن تقول حاجات كتيرة عن الله لكن أنت مش في الله وده ما بيخدمش أحد ولا بيخدمك أمين